السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ضمن شهي واتناني غادي نقترح عليكم اليوم واحد الكيك يعني كلمة رائع قليلة فحقو بالسف بالسف أنا متأكدة إلا جربته غير مرة غادي تنسى ودوك الكيكات ديال الكاكاو ديال الشوكولات اللي كنتو كتحضرو وهاتولي ومعتمدينه كما كتشوفو في الفيديو القوام ديالها اسفنجي جدا ما فيهاش الفاراغات كتجي كلها فحلا موس كتجي زوينة بالسف 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 أما الطعم يعني حاجة خرق يعني واحد الطعم رائع هاديرها الكيكة الحقيقية ديال الشوكولات ماشي مجرد الكاكاو بوحده يعني كتحسي بالطعم ديال الشوكولات كتحسي بالطعم ديال الكيك يعني رائع جدا ماشي يعني ماشي أي أي يعني نوع من أنواع ديال الكاك الاخرى وأنا متأكدة كما قلت لكم هادي تجربوه غير مرة واحدة هادي تولي وتعتمدو هاد الوصفة هادي وغتولي وتعملوها هاد الوصفة را كانت عنديش حال هادي من الوصفات اللي هادي من الوصفات الليولين ديال الشوكولات اللي كتنس كان عمل وتفكرتها قطب واحد المذكرة وقالت نعود نقدمها لكم هادي نبدو بسم الله وعلى بركة الله باستعراب المقادر في نفس الوقت غادي نحطوا واحدة الشيشة ديال الملح وطبعا واحد المعلقة ديال السكر فانيلا وهنا يا عندي العبارات بكاز للعنباء غادي نعمل واحد الكاس ديال السكر عامر بالنسبة للسكر كيبقى لكم ولكن را هادي خصها السكر ستجي حلوة شوية راب هاد الكاس هادا ورا كتجي ناقصة شوية في الحلاوة هنا يا غادي نبدو نضيف البيض عندي ربعات البيضات متوسطين ولا كانوا البيضات كبار بزاف عملو غير ثلاثة فقط طبعا الحال غادي نبقى نهرسهم وحدة بوحدة ونضيفهم على داك الخليط ديال السكر والفاني وغادي نستعمل هنا تضرب الكهربائي ولا عندكم الجهد شوية ضربوا بيديكم ولكن افضل تستعملوا هاد الضرب الكهربائي حتى تحصلوا على واحد الخليط هاكده رغوي واضعف حجمه عدة مرات وبهات لونه عندي واحد الكاس اللارب ديال الزيت دائما الكاس ديال العنبا غادي نضيفه وانا كنخفق يعني ما غنوقفش الخفق غادي نبقى نضيفه بشوية من بعد غادي نبعد ضرب الكهربائي وغا نبقى نضيف الدقيق عندي الكاس اللول ديال الدقيق زائد 16 جرام ديال الخميرة الكيموية او الباكين باودر زائد زوج مع الكبار عمرين ديال الكاكاو طبعا الحال غادي تستعملوا الكاكاو المر وشي حاجة مزيانة اللي طلع عليكم اللون زوين ماشي داك الكاكاو اللي ميل الكحولة هذا اللا هذا داك اللي ميل اللحمورة هكي يتباع في الصاشيات زوين غادي نبدأ هنا نخدم غير الضراب اليدوي غادي نبدأ غير نحلط فقط يعني ماشي ماشي غادي نحفق عادي نضيف الكاس الثاني ديال الدقيق طبعا الحال دائما الكيسان ديال العنبة عادي نواصل الخلط حتى ندخل داك الدقيق في الخليط اللي عندي بنا نقلب بشوية حتى يدخل الدقيق ونحاول ما نكسرش داك الخليطة داك اللي هو اللي ينزلنا غير بشوية وهنايا عندي اكتر من نص كاس ديال العنبة لانا عندي ستين غرام تقريبا يعني المجموع ديال الدقيق كيكون ما بين ميتين وخمسين ميتين وستين غرام غادي نبدأ نحلط بشوية حتى يدخل داك الدقيق في الخليط سوفي هنا يتخلط الخليط داك غادي نبعدك الاناء جانبا وغادي نحضر الخليط الثاني اللي هو خليط الحليب والزبدة والشوكولات عندي هنا يا زوج معاق كبار ما يعادل خمسين جرام ديال الزبدة مع ربع لتر ديال الحليب لان هنا عندي ميتين واربعين مليلتر يعني كاس ونص ديال العنبة ديال الحليب غادي نخلطهم وغادي نحطهم فوق نحط داك الحليب والزبدة فوق النار حتى يغلو الدوب الزبدة وهو مازال سخون غادي نضيف خمسين جرام ديال الشوكولاتة من النوع الجيد يعني ماشي غاي سيكح شوكولات ديلا يكون شوكولات فيه واحد نسبة كبيرة ديال الكاكاو يعني باش تحصلوا على طعم رائع غادي نبدأ ندوبه بشوية غيف ديك الحرارة ديال الحليب ونخلط مزيان حتى يدوب الشوكولات مزيان وما يبقاش باين وغادي نبقى نضيفه بالتدريج لذاك الخاليط اللي ولي حضرنا غادي تبقى وضيفه غير بشوية ركا يدخل غير بشوية في ذاك الخاليط يعني حاجة تقيلة مع واحد الخاليط سائل فغير بشوية حتى يدخل حتى يمتازج ذاك الخاليط مزيان ما تضيفوش مرة واحدة لان غادي يعد بكم بقاو تضيفو شوية بشوية نقسمتو يمكن على شي ثلاثة ديال المراحل انتوما يكا تلاحظو ان الخاليط كيتجمع في الوسط انا ما بغيتش نحتاصر هاد المقطع هادا وندوزون نحن نبيل لكم الخاليط جاز بش نوريكم انها ركا تحط شوية ديال الوقت بش كيدخل فهنا اضفت الحصة الثالثة ديال الحليب وزبدة والكاكاو وكيما قلت لكم هاد الاضافة ديال الزبدة والشوكولات اعتدر مش الكاكاو هاد الاضافة ديال الزبدة والحليب والشوكولات هي اللي كتعطي الفرق في هاد الكيكة دا يلي كتعطيه واحد طعم مميز على فكرة هاد الوصفة هادا كنت لقيتها في دوك الصشيات ديال اديال يعني في وطبقتها ووجد زوينة هادي القيتاش حال هادي يعني ماشي عاد صفي هنا الخاليط جاهز غدي ناخدوا واحد القلب هاد القلب هادا راه صغير القطر دياله راه مكد شي عشرين راكم كتعرفوا المهم يكون غارق يكون فيه ششكيل زوين ويكون عالي غدي دهنتو بزبدة مزيان ارشيتو بالكاكاو كما تقدروا ترشوه بالدقيق وغادي نفرغ فيه الخاليط غادي ندخلها طبعا لواحد الفرن مسخن واحد شوية خدات لي تقريبا في حدود خمسة وثلاثين حتى الاربعين دقيقة على حرارة ما بين مية وستين مية وسبعين ما تعليوش الحرارة بزاف غادي تخليوها الطيب شوية هنا بعد ما خرجت غادي نخلات هدا الحرارة ديالها وكما شفتوني راه بديت تنفقها من الجناب بالسكين يعني تفاديا لانها تقسم لكم اللي جيتو تقلبوها لانه لما عملتوش هاد القضية دي راه اللي جيتو تقلبوها راه ممكن تقسم لكم لانها شي شزوينة بزاف وطرية هنا بالنسبة التزيين فكي بقى لكم للدوق انا زينتها بواحد الخليط من تقريبا 30 ميلي لتر ديال الحليب يعني تقريبا 1-4-5 دلمعالق ديال الحليب مع معلقة كبيرة عامرة مزيان ديال الزبدة مع تقريبا 51-60 جرام ديال الشوكولات دوبتهم اي جاناش ممكن تحضروها اي كتفي وغير بدانية شوكولات غادي يجي مزيان المهم التزيين كاي بقى لكم يعني بديت كنخوي فوقها شوية شوية وعاد زينت واحد شوية ديال اي نوع ديال الفاكية او للمكسرات عندكم زينوا بها الوجه وكتجي واحد الكيكة هائلة خليوها تبرد مزيان عاد باش قدموها انتم ما كتشوفوا اللون ديالها زوين وحتى القوام ديالها اسفنجي بزاف 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 ويعني ومني كتجلس واحد شوية كتحسوا بها معلقة يعني واحد الكيكة عندها واحد القوام يعني صعب نوصفه الى جربتوها ان شاء الله انتم ما تقدروا تحكموا عليها انا متأكدة تجربوها مرة واحدة وغادي تولي معتمدة عندكم غادي تنساو الكيكة ديال الكاكاو العادية ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر